وهذه الوصفة الطبيعية التي سأقدم لكم بسيطة تزيل شعر الوجه سواء كان من منطقة الشارب الدقن وحتى السوالف كما أن تحضيرها بسيط لا يحتاج سوى ثلاث مكونات متوفرة بالفعل في كل منزل سنحتاج كأول مكون في هذه الوصفة إلى الدقيق الأبيض أنا استعملت في هذه الوصفة الدقيق الأبيض لكن يمكنكم استعمال دقيق القمح في هذه الوصفة مكون الثاني الذي سنحتاج في هذه الوصفة وهو الحليب السائل سنحتاج كمكون ثالث إلى الكركم هذا المكون الرائع الذي يستعمل في الوصفات الطبيعية للإشارة هناك نوعان من الكركم الكركم الخاص بالطبخ والكركم الخاص بالتجميل أو الخاص بالوصفات لكن كلاهما يمكن استعمالهما في الوصفات حتى الكركم الخاص بالطبخ يمكن استعماله في الوصفات بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة بالنسبة للمكونات بالضبط يعني ملعقة كبيرة من الدقيق ملعقة صغيرة من الكركم والحليب يعني على حسب هذه المكونات نبدأ بإضافة الحليب والمسج حتى الحصول على الخليط المرعد يجب الخلط جيدا حتى الحصول على خليط أو عجين متماسك جيد لا يوجد به أي حبيبات بعد ذلك سنقوم بتطبيق هذا المسك على البشرة أو المناطق التي يوجد بها الشعر يجب عدم التحدث أو الضحك يعني يترك المسك يجف تماما على البشرة يعني تحتاجون تقريبا إلى عشرين دقيقة أو نصف ساعة حتى يجف المسك تماما على البشرة بعد أن يجف المسك سنقوم بإزالتي وبالتقشير أو إذ لم تستطيع التقشير قوموا بالفرق لإزالة هذه المسك وفي هذه الأثناء ستلتصق الشعيرات الصغيرة بالمسك وستزال من البشرة طبيعي التصاق الدقيق وكل هذه المكونات بالبشرة تعطي بعض الآلام عند الإزالة بعد إزالة المسك بشكل التام يمكنكم غسل الواجه بالماء الدافئ بعد ذلك يمكن مسح البشرة بقليل من زيت اللوز أو يمكنكم مسح البشرة بقليل من خل التفاح لتجنب توهج أو إحمرار البشرة إحمرار البشرة قليلا بعد إزالة المسك طبيعي جدا لا تخافوا من هذا المشكل بعد مرور وقت قصير ستتخلصون من الإحمرار